ليست مدرسة على خط المهاجهات في الحديدة أو حجة ولم تتعرض لقصف التحالف صنعاء أو صعداء إنها في عدن حيث العاصمة المؤقتة لشرعية وحيث التحالف بهيئاته وجمعيته مدرسة الطويلة للتعليم الأساسي في مدينة كريتر تقف تحت وطأة الدمار والإهمال منذ أكثر من ثماني سنوات حيث يشكو سكان المحليون من عدم وجود تحركات حكومية جادة لإعدة ترميم هذه المدرسة المدرسة التي أنشئت في عام 1956 باتت غير قادرة على استقبال الطلاب داخل فصولها وهو الأمر الذي دفع إدارة المدرسة إلى نقل الطلاب داخل روضة صغيرة وتقليل الحصص الدراسية إلى ثلاث ساعات فقط ويرجع سكان المحليون إهمال ترميم مدرسة الطويلة إلى وضع الفساد الذي يملأ مكتب التربية بالمحافظة حيث يؤكد السكان أنه سبق وخصص مبلغ 130 مليون ريال لترميم المدرسة إلا أن ذلك لم يحدث لأنه ما سهل مش دام بالإدارة المدرسية ولا دام بالطاقم التدريسي ذام ذام المبنى المبنى لا يليق مبنى روضة بالله عليكم ثم منه يستقبل عشر طالبة تيجي تحشر في بو سبعين طالب طالبة الصورة هذه مش بالجزائر ولا في ليبيا ولا في فلدان تورة الربيع العربي هذه الصورة في مدرسة الطويلة بالله شوفوها يقولوا عليها آتار أستحوا على أنفسكم أستحوا على أهاليكم الكعبة أنهدت مرتين عشان يرمموها وهذه ما بتنهاج لأنه آتار المأساة التي سببتها عدم جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلاب دفعت العديد من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة وهو أمر لا تستطيع تحمل تكاليفه كثير من الأسر الفقيرة الأمر الذي يهدد بحرمان جيل كامل من التعليم مشاكل جمة تعانيها العملية التعليمية في عدن فمن غياب المناهج التعليمية في المدارس الحكومية إلى تآكل المباني المدرسية المخصصة للطلاب بسبب الإهمال وعدم الترمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر